أكد رئيس سيسي خطورة الأزمة التي يواجهها السودان وتداعيات الاقتطال الدائر الذي نتج عنه إزهاق أرواح المآت من المدنيين ونزوح السكان وأشار رئيس السيسي للخسائر المادية التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة ليس خافيا على حضراتكم خطورة الأزمة الرهنة التي يواجهها السودان الشقيق وتداعيات الاقتطال الدائر منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر والذي نتج عنه إزهاق أرواح المآت من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد